أستاذ علي خير تعليقك على مجمل ما أشار إليه الأستاذ عماد وإحنا ربطنا بينه وبين كلام وكلام حضيك عن النقطة اللي وصلنا إليها مبادئ وقيم النادي الأهل حضيك قلت للبعض بيحاول ينال من هذا المصطلح أو من هذه القيمة ويصخر منها أحيانا رغم إنها بشهادة كاسري مرموق زم الكاوي قال إنها جزء لها تجزأ من شخصية الأهل ونجاحه في الإدارة خلينا نقول أولا إن الأهل مؤسسة مصرية عريقة كبيرة وإحدى مؤسسات الدولة الرسخة يعني لو أنت بصيت بعد ثورة يناير بدون مبلغة لو كانت كل المؤسسات النهارة هتلاقي فيه ثلاث مؤسسات حفظوا على بقاءه المؤسسة العسكرية رقم واحد مؤسسة قناة السويس كان فيها انضباط فيه سفرنا عطلت ما فيش ناس خرجوا وقطعوا طريق والنادي الأهل يعني ودي علامة فارقة يعني كنت تلاقيوا فيه احتجاجات في أي حتة لكن ده بيأكد لك إن فيه سيستم فيه سيستم حكم المؤسسة العسكرية فيه سيستم حكم مؤسسة قناة السويس فيه سيستم حكم مؤسسة النادي الأهلي لازم نتوقف أمام الحاجات دي ونقول السيستم إدارة تحطة رولز تحطة قوعد تتغير الأشخاص بحكم سنن الحياة الموت لانتخابات الكلام لكن فيه سيستم اللي يخرج عليه هو عارف مالوش مكان في النادل آلي أين كانت التكلفة يعني كل ما يختلف مع السيستم بيبقوا أين كانت تكلفة إبعاده إحنا عندنا مثل شهير الكابتن عصام الحضر وهو يعني من هو ومن أعظم حراس النادل آهلي ودلوقتي مسجل اسمه في التاريخ في بطول الكاس العالم مع ذلك انت خلفت المبادئ النادل آهلي وقوعد موريسة ضغوط سياسية على قيادات النادل آهلي لعودة عصام الحضر وفيه أكتر من كده ومع ذلك النادل آهلي هو حريص عليه أصلا أنت لو كسرتها مرة ونزلتها المرة دي أتنسي كل مرة ده بيكلف النادل آهلي بس مين قال إن المبادئ يعني مين قال إن النادل آهلي بيرتب الأمور على إن البطولات أهمة من المبادئ صحيح أو المنفع المبادئ والشكل العام أو النصق العام اللي بيحافظ عليه النادل آهلي والإطار الحاكم والمنظم النادل آهلي قبل البطولات ورأي إن إحنا علينا نحترم ده يعني إيه كل الرأي العام كل مؤسس دولة تحترم إن أنت عندك مؤسسة نجحة وليها قواعد وليها سيستم يعني ماشي عليه بها لها أكتر من مئة سنة والسيستم ده هو اللي نجح الأهلي أن يكون النادل أول عالمياً في ترتيب الأندية أنه نادي القر وأيضاً بحق كل هذه البطولات يعني بالعجز تعليك أن تفخر كمواطن مصر إن عندك مؤسسة نجحة بهذا الشكل واعتقد لو طبقة دي في أندية كتيرة لا الأمور كلها تختلف عايزة رجع مع حديثنا عن ذكرياتك مع نادي الأهلي مين مجموعة الأسماء أو لو في اسمه وحيد هو على الإطلاق الأحب إلى قلبك أكتر لعب كرة كنت تستمتع بأداؤه أو مجموعة أسماء في الأجيال المتعاقبة لتبعتها وصولنا نقول مجموعة أسماء بس يعني هيظل فيه كتير بالنسبة لي يعني قدس الأخداد مش عشان رئيس نادي الأهلي لا كابت المحمود الخطيب لمساته وبعدين ده اللي كمان حببك بلمساته وتشوف لقطاته وتشوف جوانه وكلام ده ده حاجة يعني الأسطورة يعني ممكن الأجيال الجديدة ما تبعتش الحالية تاريخ واحد أو الأرشيف برضه مش هيحفظ لك على حتى بالتصوير الجميل اللي بيحصل دلوقت في المباريات أكيد كنا نشوف لمسات لمحمود الخطيب على مدار التاريخ زي ما بقول لحرك أول حاجة بسميه بقى الجيل التاريخي مصطفى عبدو مختار مختار صفوة عبد الحليم مجموعة ديكوتي أه مجموعة ديكوتي يعني المجموعة دي كده مع بعض تاريخ يعني ما خدوش الشهرة الكبيرة الإعلامية لأن الإعلام ما كانتش بازها القدر من الضخامة ما خدوش الفلوس الكتيرة اللي خدتها الأجيال بعد كده بس هتنتقل بعد كده يعني عايزة توقف أمام الجيل بتاع من والجوزين لأنه ده الجيل برضو اللي حقق بطولات عديدة جدا جيل تريكا وبركات جمعة والنحاس وجمعة والنحاس وجلبرت وفلافيو يعني المجموعة دي حققت يعني للنادي الأهلي خلي بالك انتوصلت ليه كاس العلم للأندية حصلت على المركز التالت في عهد جوزين وفي عهد هذا الجيل ما كانش محظوظ هذا الجيل أن يصل إلى كاس العالم لكن في النهاية مسجل تاريخ واحدة تتكلم على مستوى منتخب مصر على مستوى منتخب في النهاية تعرف المطش الأخير بتاع الجزائر دان والقصة وكلام بس يبقى في النقطة دي إن الجمهور فاكر للجيل ده حتى على مستوى المشاركات الخاصة بالمنتخبات يا أستاذ محمد النجاحات اللي حققها كاس العالم للقارات المباراة التاريخية أمام البرازيل الفوز على بطل العالم إيطاليا 3-2-1-0 أمتع ما شفنا في مباراةنا الدولية حمد حمص بقيرة الكابتن الكبير حسن شحاتة ما هو ده الجيل أيضا اللي ساهم مساهمة كبيرة في أصول مصر على كاس أفريقيا ثلاث دورات متتالية يعني 6-18 يعني جيل جوزي وحسن شحاتة آه يعني دول ما أنا بقول لك أنا قفزت من الجيل التاريخي إلى الجيل الزهبي ده ما تقدرش تنساه آه لكن طبعا على مدار التاريخ فيه الأهلي مفرزة كبيرة جدا آه لنجوم قوام المنتخب بيشكل عمودر الأساسي من النادي الأهلي حالك مع المقولة دي اللي دايما بتربط بها الجماهير بين كيرف أداء المنتخب ونجاحه في حالة تقلق النادي الأهلي وارتفاع أيضا منحنة تقدرش يعني تبعد أيضا عما يحدث في كل دول العالم يعني تلاقي دايما فيه فريق كبير هو اللي بيدخل أكبر عدد من اللاعبين الدوليين لأن انت عندك سيستم طريقة احترافية تدريب معين مدرب عالمي يعني فبيطلع لك لاعب نموذجي انت كمدير للمنتخب مدير فني تبقى حريص تضمه يعني مش هتتعب كتير يعني بياخد مباريات داخلية وخارجية ودولية كبيرة طب ما المنتخب مباريات دولية يبقى جيب ده عادة كان المنتخب بيشكل قوامه 60-65% أهلي و20% زمالك و20% بقيت المنتخبات لكن خلينا نتفق ان منتخب مصر يحمل العالم المصري ايا كان من هو هذا اللاعب ما